اهلا بكم. ناس كتير جدا سألتني لو عندي باب لكيه عايز ان انا اشيل من علي اللكيه واوصل للاحم الخشب. او علشان عايز اه ادهن اسطر او عايز ان انا اباين تجزعة الخشب لاي سبب ان كان. فنشيل اللكيه ازاي? عندنا اكتر من طريقة لشيل اللكيه. اولهم واسرعهم ان انا بجيب الساروخ او الدبابة او مكنة الصنفرة بتاعتي. وبشغالها وبابتدي اصنفر اللكيه بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. نجيب الساروخ ويفضل تكون صنفرة جديدة بلاش صنفرة قديمة علشان ما تاكلش الاسكوتش نفسه. صنفرة مية وعشرين. تعالى نجرب. تمام ادي بقى انا هو لحم الخشب ولو كده ده كده غير ان هو نعم تماما جدا بقى جميل جدا اهو. ده اا اا لو هستخدم الصنفرة الدبابة او الصنفرة العادية. عادية مش بالليل اللي هو مكنة صنفرة او الصاروخ. طب ينفع بالصنفرة العادية ينفع ان انا اجيب حتة صنفرة زي دي. وافضل اعمل كده. طبعا ينفع ولكن هتجيب بقى صنفرة خشنة ستين او تمانين. وتحطها على حتة خشبة. تعملها ماسك كده وتشتغل. ولازم تبقى عارف ان ده مجهود عضلي شوية يعني. لكن لو حتة الخشب صغيرة زي دي. ذات سوكي. لكن لو حتة الخشب كبيرة فانصحك ما تعملش كده. لو باب او ما شابه. يعني هتكره نفسك وحتبطل تشتغل خالص بيدك بعد كده لان انت استخدمت اصعب حاجة ممكن حد يعملها اللي هو جبت باب كبير جدا وحتة صنفرة وعدت تشتغل تشيل لكي منع الباب. يعني هتشيل حوالي مص ملي من الخشب فهنقض فيها اربع خمس تهم صنفرة بس. وهنقرح حياتنا فيها. طيب. يبقى اول طريقة هي الصنفرة لو عندك باب او عندك بتاع عندك المكان على طول تخش تخلص. في طريقة تانية ان انا احط الخشب وبالذات لو هو مقاوس احطه على منشار الطاولة. وابتدي اقيس بالزبط ان هو ياكل ربع ملي يعني يا دوبك بس سلاح المنشار يعدي. حسب طبعا درجة التأوس ممكن ربع ملي ممكن نص ملي ممكن ملي. لو انا عايز اساوي الوش من قدام في نفس الوقت هو هيكل النص ملي دي ولا حاجة وفي نفس الوقت يخلي الشغل بتاعي سوي يعني هكسب حاجتين. وطبعا الحركة اللي زي دي ان انا ممكن ان انا اخلع بقى لو فاكرين الروتر بتاعي اخليه على ملي بس يطلع ملي وابتدي امشي عليه الخشب رايح جاي بحيس ان انا اكنه مكانة رابو يعني او اكنه بلانر يمسح لي وش الخشب وفي نفس الوقت هيشيل طبعا ده لو حتة خشب ولكن ما ينفعش في باب ان انا امسك الباب وقعد اجر ويمين وشمال او اقوم الباب وامشي على منشار الطاولة فده لو حتة خشب لكن اتفقنا ان الباب هيبقى المحركة الاولى اللي هو الصنفرة طيب اخيرا بقى والحركة اللي تقريبا اغلب الصناعية بتلجأ لها لان برضو حركة مكنة الصنفرة ما بتنفعش في الابواب اللي فيها حليات وقرانيش كتير وبكتات لان الصنفرة مش هتعرف تجيب البكتات تمام مهما ان كان شكل الصنفرة ترددية بقى ولا مكنة اللي هو الصنفرة الامامية دي اللي هي العفريتا او ما شابه اه اه مش هينفع اه باي حال من الاحوال لو في بقى تقطيعات وخربش ومش عارف ايه وكلام ده كله الحاجة المهمة جدا والاخيرة اللي انا ممكن اشيل بها هذا اللاكيه او هذا الدهان هو الحرق بالنار تمام بنجيب بشبوري على انبوبة زي ما بنعمل مسلا واحنا بنعزل حمامات وكلام ده كله بشبوري وانبوبة وتبتدي تمشي بالنار طبعا لو ولعب بروبان تمام بس ايه هنخفها شوية لان هي بتبقى حامية جدا وفي نفس الوقت هي غالية يعني انبوبة البروبان نفسها هتحطها في اللاعب كام فالانبوبة العادية انبوبة الغاز والبشبوري العادي كل ده هيكون ارخص كتير وتبتدي تمشي بالنار النار هتاكل اللاكيه خلينا نجرب الموضوع ده انا ما عنديش طبعا البشبوري والانبوبة والكلام ده كله دلوقتي فخلينا نجرب على النار ويعني لا انصح اي حد ان هو يعمل التجربة دي اه بنفسه في البيت يعني وخصوصا لو في اطفال او ما يشابه اه طبعا هتبقى لابس جوانتي وهت تعمل بقى جراءات الحماية وبتاعش ما تتلسعش والخشب ممكن يولع في ايدك مرة واحدة وبتاع لان برضو على البتجاز انت مش شايف انت بتعمل ايه لكن لو بالبشبوري انت شايف انت بتعمل ايه بس هوريكو بس التجربة مش اكتر لكن لا انصح حد ان هو يقلدني او يجرب هزي التجربة يالا بينا جبت هول على البتجاز وهولع نار وخليها نار هادية بلاش نار شديدة وهبتدي امشي بلاش بقى الرفايع بتاع الخشب دي اتقرب للنار خالص لان دي هتولى على طول خلينا في الحتة الكبيرة وهنحضر معانا سكينة بتاعة اه معجون وتاخد بلها تلاقي الديهان بقى بينكمش اهو دي هننكمش وممكن ان احنا نطلعه اهو بتادي يطلع اهو دي هنطلع لو كنت استنت عليه ثانية كمان كان يبقى افضل اهو دي هنطلع اهو وبكده فضل صنفرة خفيفة جدا جدا عشان بس ايه نجيب لون الخشب بس مش اكتر لكن انت كده طلعت الطبقة التقيلة بتاعت الديهان اهو الدهان اهو اهو بحطة معجون كمان بين هنا انا كان فيه معجون اهو بين وبكده نلاقي ان بصنفرة خفيفة جدا هنشيل دي طب واحد يقول لي يا الله ما انت لسه ايه لكارانيش هقول لحضرتك ان خلاص الكارانيش هيبقى تشال من عليها طبقة الدهان اهو ممكن بقى بصنفرة يدوية صنفرة دي بس ايه ميتة شوية نعمة بالزيادة لو دي صنفرة يدوية هتلاقي كل حاجة طلعت ايه طلعت في ايدي اهي على طول اهو يبقى انا وفرت ان انا اعود اشيل سمك هذه طبقة الدهان القديمة وفرت ان انا اضربها بالنار فهي بتكش وبتسيح وبتطلع على طول مص بقى هنا هو لو لمستها بس بالصنفرة بتاعتي مجرد ما لمستها خصل كده صبعا هو عشان خشب مقاوس في ما جابتش اللي في النص لكن لو مشيت عليها الدنيا تبقى حالو مقاوس ليه لان اهو الخشب هو باين جدا ان هو مقاوس يعني خشب بقى مرمية في الشمس وفي المطرة وفي الكلام ده كله فطبيعي ان هي تاوي السياسة انا كده عرفت بكتر من طريقة ازاي ان انا اشيل اللكة او اشيل ال دهان القديم حتى لو كان دوكو من على الخشب علشان في ناس كثيرة جدا بتسأل على موضوع اللبواب اللكة اللي بتبقى عايزة تحولها اسطر كمان بقى في حاجة اخيرة ممكن نعملها ان طبقة اللكة دي تتصنفر يعني تتنعم او نشيل بس اللمعة بتاعتها علشان تقبل دهان جديد وتاخد طبقة اللكة جديد ويبتدي ترسم عليها الاسطر يعني في اسطر بيبقى احلى كمان او بيبقى اه باشكال جديدة وغريبة مش موجودة في الاشرق او ما يشابه او حتى في لحم الخشب نفسه اللحم الخشب بتجزيعة واحدة لكن انا ممكن ارسم تجزيعات الخشب زي ما شفتنا في فيديو قبل كده وانا بجزع الخشب باللكة تمام? اه ممكن ارسم تجزيعات الخشب اه باللكة نفسه او بالجليز او بزبط بزر كتان او بقى ان كان اه بنعمله يا اما بالبكتة بتاعت التجزيع يا اما حتى بان انت بتحط اللكة على اه اه خطوط كده وبتبتدي بايدك تماشي اللكة يوم يعمل تفجير وتسنين وتجزيع زي الفل وبالتالي انا اقدر ان انا اوصل اي باب خشب مدهون ابيض ولا كافية ولا معرفش ايه باللكة اقدر اوصله لانه هو يبقى اسطر يا اما بان انا اوصل لحم الخشب تاني باي طريقة ان كانت وبعد كده ادهنه اسطر يا اما ان انا بابتدي اصنفر وادهنه لكي من الاول وبعد كده ابتدي ارسم عليه تاني الاسطر كده يبقى احنا قتلنا الموضوع ده كده هو تماما عشان اي حد لو هيسألني تاني كده انا ايه قفلت الدنيا دي كلها وهنشوف بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اساسا حتتين الخشب دول انا ممكن اعمل بيهم ايه حاجة كده انا محتاجها جدا في بيتي يعني مش هقول فضلة خشب ولكن حتتين خشب ممكن حتى تلاقيهم تحت البيت يعني بل همش اي لازمة في الحياة ومقصرينه بتاع ملا بقى قصر الكسرتين تلاتة حتتين خشب مش هقولك بواقي خشب من الشغل حضرتك ما بتشغلش خالص وما بتعملش اي حاجة ممكن من حتتين خشب زي دول تعمل ايه هنشوف الفيديو جاي يلا بينا ودي كده النتيجة بعد ما شلت اللون من ورا صنفرة خفيفة مش مهم ما عنده شيل اللون من ورا اهو لكن من هنا زبطت الدنيا اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تبقلوش على القناة باللايك والاشتراك وتشار الفيديو ده لاصحابك عشان معلومة عم وكل استفيد زكاة العلم ناشه حتى نلتقي في فيديو جديد شكرا وسلام عليكم اشتركوا في القناة